كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشعب نور الهدى لزين العبادة والعابدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين فألبس وجه الصلاح الحلاة لتغدو به حلية الصالحين كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها هذه فقرة أخرى من فقرات دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام يسأل من الله سبحانه وتعالى في مقام العصماء اللي كل مقام وأعلى مقام هو مقام العصماء قابل للصعود ممنتهي الصعود عند مقام العصماء نحن لا نستطيع الارتفاع إلى مقام العصماء أما عند الله سبحانه وتعالى كل مقام حتى حتى مقام العصماء قابل للمزيد ولذا أدعيته المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليست تعليما فقط وإنما هي تعليم وفي نفس الوقت دعاء لهم وطلب المزيد لهم من الله سبحانه وتعالى الإمام عليه السلام يطلب من الله يسأل الله يدعو الله ويفتتح فقرات هذا الدعاء بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الله مطلبين يسأل من الله يدعو الله دعاءين هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة مطلبان غالبا متلازمان وإن كان على الإصطلاح العلمي بينهما عموم من وجه الإمام الإمام هكذا يسأل وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَتْتَنِي عَنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا الْإِرْتِفَاعُ وَلَا تَرْفِ الْنَّاسِ الإنسان فاديوم له مقام خاص عند الناس يحسن إلى الناس يظهر للناس حسن خلقه ترتفع درجته عند الناس يعلم الناس يظهر للناس علمه ترتفع درجته عند الناس عند أموال وكف بذول يبذل للناس الناس يعرفون سخاءه جوده ترتفع درجته عند الناس ارتفاع الدرجة مع ما اودع في نفسك كل إنسان من الشهوات هذا يخلي الإنسان عفوياً أمثالنا نحن مقام العصمة يختلف عن مقامنا كأكثر مما بين السماء والأرض ولكن هذا لا يمنع أن يكون مقام العصمة أيضاً بحاجة إلى السؤال من الله سبحانه وتعالى في الارتفاع في نفس ذلك الجو الرفيع بالنسبة إلينا نحن لهذا الدعاء الذي يهمنا أنه نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونستفيد من فضل الله تعالى بسبب أهل البيت عليهم السلام علينا بهذه الجمل وهذه الكلمات الإنسان إذا ارتفعت درجته عند الناس عادتان الناس يحترمونه كل من يحترم بمستوى عقله وعاطفته وبما عنده انطباع ممن يحترمه هذه الاحترامات هذه التقديرات هذه التعبيرات هذه الأعمال الدالة على ارتفاع الشخص ارتفاع درجته هذه الأعمال تولد في نفس الإنسان فد حالة غرور حالة نخوة حالة نسيان ما هو ما كان ما هو الآن ما سيكون ما يحتمل أن يقول إليها أمره ينسى حتى إذا تذكر بسرعي يلف عنه ما يستوقف نفسه عند هذه الأمور ارتفاع الدرجة في الناس يولد في الإنسان هذه الحالة هذه الحالة تخلي الإنسان فيه ارتفاع غير مناسب لنفسه الدعاء يقول إلهي كل الدرجة إلهي لا تخلي درجتي أصعد وبعدين اتنبهني ليس ثلاث درجات أصعد وبعدين اتنبهني الفقهاء العلماء يقولون النكر في سياق النفي تفيد العموم لا ترفعني في الناس درجة 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 هذا التنوين تنوين الوحدة أو تنوين التنكير وغالبا متلازمان أيّة درجة ارتفعت أنا عند الناس في أعين الناس بنفس النسبة خليني إلهي أنا في داخلي أنزل ألهمني أنت إلهي إلا حططتني عند نفسي مو عند الناس ارتفاع عند الناس حططتني عند نفسي أنا في نفسي من يحترموني أذكر نفسي بأنه أنا شنو مو معلوم مصيري شنو عاقبتي شنو يكون ثم هذا الاحترام اليوم أكو باشر ربما ما موجود لعله باشر بالعكس يصير يتعمل إنسان هالأمور إلا حططتني عند نفسي مثلها حتى هذا التوازن في الإنسان يكون بيد الإنسان نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى ليكون أمر الإنسان بيد الناس بيد الآخرين أنا أملك أمري لا الناس يتحكمون في أمري إذا الإنسان ما كان هكذا ما كان يركز على ما إذا ارتفعت درجته عند الناس لا ترتفع نفسه إذا ما يركز هالشكل معناه الناس تحكموا في داخله تحكموا في نفسه الإنسان لازم هو المتحكم في داخله يكون هو المتحكم مع نفسه يكون صادقا مع نفسه فاهما لنفسه وهذا بحاجة إلى الدعاء وهذا بحاجة إلى أن الله سبحانه وتعالى مباشرة يصون يصون الإنسان عن هذه الزلات إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي أزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها العزة عزتان في الروايات مكرر أكو هذا التنويع في معنى العزة ومنها هنا ولا تحدث لي عزا ظاهرا عزة ظاهرية أكو وعزة باطنية أكو العزة الظاهرية الزمامها بيد الناس عزة الظاهرية يعني شنو يعني الإنسان من يمشي بالشارع من يمشي بالعقد الناس يحترموا هذه العزة الظاهرية يعني الإنسان من يدخل في المجلس الناس يقدروا هذه العزة الظاهرية يسلمون علي أنواع الاحترام هذه العزة الظاهرية العزة الباطنية من كرامة النفس الإنسان اللي نفسه كريمة نفسه نفس مو واطئ مو نفس مهانة هذا عند عزة باطنية فد واحد قبل أيام سألني قال هذا المنقول بالنسبة للإمام الحسين صلى الله وسلم عليه عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأذل عزيزنا قال شنو معنا مع أن الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين قال هيهات من الذلة شنو أذل عزيزنا شنو هيهات من الذلة شنو أنا أضفت إلى سؤاله قلت وفي زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكو لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك يا أبو عبد الله أنت مو ذليل الله أعزك هذا الفرق هي الذلة الظاهرية والباطنية العزة الظاهرية والباطنية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زمانه في مجال الظاهر قابل أكبر حكومة على وجه الأرض وأكبر طاغوت على وجه الأرض وهو يزيد ابن معاوية ويزيد ابن معاوية وعملاؤه هيئوا الجيوش لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام وأنصاره وأهل بيته وأسرهم وما إلى ذلك أذل عزيزنا يعني في الظاهر ذلة كانت هذه ولكن في الواقع ما كانت هيئات من الذلة الإمام الحسين نفسه نفس كريمة يتصدى لما أصيبه هو وبسببه كل عزيزين عنده من أهل بيته إخوته أولاده أنصاره لكل هذه المهانات الظاهرية لأجل أن لا يصافح يزيد بس مصافحة يزيد ذلة ذلة باطنية ذلة واقعية هيئات من الذلة يضع يده في يد يزيد أو يده في يد أحد عمال يزيد الإمام الحسين هذا يعتبر ذلة وهو كذلك أما كل ما أصابه من الإهانات من السباب من القاتل من التشريد من المظالم هذه في الظاهر كانت ذلة أما في الواقع هي هي العزة كانت العزة ظاهرية وباطنية ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلهي إذا صار الإنسان بسبب عقله فهمه عشيرته أقربائه خلقه فلوسه أي شيء بالنتيجة كل إنسان يفتح مجال لنفسه في المجتمع إن هذا المجال مجال واسع وهذا المجال مجال مو كل شواسع هذا يحدث له عزة ظاهرة إلهي هاي العزة ظاهرة لا تصير سبب لأن أنا أفقد واقعيتي بمجرد ما صار عندي عزة ظاهر إلهي أن تتول هذا الأمر في داخلي أحدث لي في داخلي أحدث لي ذلة باطنة حتى هاي العزة الظاهرة ليهدم واقعي أنت إلهي صني من أن هذه العزة الظاهرة تضرني ولا لا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدث لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها لاحظوا في هاتين الجملتين الرفعة الرفعة في الناس والحطة في النفس والعز في الظاهر والذلة في الباطن هذه الكلمات الأربع كلها الإمام عليه الصلاة والسلام ينسبها إلى الله إلهي أنت تعز وأنت تذل وأنت ترفع وأنت تحط لا ترفعني هذا شغلك إلهي عملك إلا حطتني هذا عملك لا ترفعني الإمام عليه الصلاة لا يسأل الله يقول إذا ارتفعت عند الناس حقيقة لو مو أهل البيت لن نعرف هذا نحكي وندعو لن نقول إذا ارتفعت عند الناس الإنسان لا يرتفع عند الناس خلق هذا من فلوس 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 بعد فلوس من علم 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 مقدرت على الكلام مقدرت يقول الهي أنت لا ترفعني إلا حطتني الرفع منك ليش لأن الأسباب من الله سبحانه وتعالى الإنسان وما بكم من نعمة يكون بيده هذا من أو بدون من بلحاظ أعظم نعم الله على الإنسان الإنسان نفسه داخله تكون بيده يعني تكون باختياره هذا جدا رفيع جدا رفيع إلهي أنت خلي هذا الشيء يكون بيدي أنا أتصرف بعقلي بالنتيجة بهذه الواسطة اللي أنت خلقت هذه الواسطة الفاهم العاقل بهذه الواسطة أن تحطني في نفسي نفس الإنسان جدا جدا كله إنسان ما احترامي للجميع على اختلاف المستويات طبعا نفس الإنسان تماما مثل السبرينج وسبرينج جدا دقيق على أدنى شيء يستصعد وعلى أدنى شيء تنزل لحظة واحدة تصعد وتنزل فالواحد يتبسم في وجه الإنسان بنسبة ما ترتفع درجته نفس الشخص بعد لحظة يعبس في وجه هذا الإنسان يفقد وعي ليش صاير هذا ليش الشكل صار لعله المسكين هذا أصابه ألم في بدنه عبس وجه عبس طبيعي مو علي يشان ما يفكر الإنسان هذا يكون الزمان بيده الحبل بيده يكون هذا جدا مرتب رفيع الله سبحانه وتعالى لازم يتدخل في هذا الأمر حتى يكون للإنسان هذا التوفيق وهذا لا يكون إلا ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك يحتاج إلى تضرع قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء هذا يحتاج دعاء لاحظوا هذه الأمور الأربعة الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء كلها ينسبها إلى الله ولا من القرآن الكريم ومن كلمات أهل البيت عليه الصلاة والسلام حصلت إلا ارتفاع درجة الإنسان عند الناس من الله في داخله يحفظ التوازن عشر درجات صعد عند الناس عشر درجات اتحط نفسه في داخله هذا هم من الله العز اللاهر العز عند الناس يحصل من الله الذلة في باطنه حتى يحفظ التوازن هذا هم من الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذا فد أمر من كثرة ما نحن في التكوينات محشورين ومأنوسين بالتكوينات ربما يقل التفات الإنسان إلى هذه الأمور لاحظوا أي توازن في أي أمر تكويني شوية يختل يهلك يتلف هاي الطائرة اللي تمشي وتحلق في الجو وتشيلوا إياه ناس كثيرين هاي الطائرة عشرات الألوف من البراغي والأجزاء هذه اجتمعت على نحو الأمر الارتباط على قول الفقهاء اجتمعت حتى هذه الطائرة صارت وتحلق بأمن وسلام تروح أحيانا في عشرة آلاف جزء وشرط ومانع جزء واحد يخترب كل وضع الطائرة يخترب كل الناس يهلكون توازن يخترب شوية ناقلوا في الوقت الضمان السابق أنه فالطائرة سقطت بسبب أن هذا ساحبة الهواء اللي بسببها الطائرة تقفز إلى الأمام فتح حمام مسكينة وصارت أمام هذه الساحبة ودخلت هنا الطائرة كلها وقعت سابل اللي كانوا يخلوه سابقا على الدواب على الفرس على الباغل على الجمال هذا كانوا يحفظون التوازن إذا التوازن يخترب يوقع طرف البضاعة توقع كانوا على الجمال أو الدواب يخلون خرجين شبير واحد هنا يقعد واحد هنا هذا الرجل العامي أحيانا ولد عمره 14-15 سنة لا أكثر لا دارس لا يقرأ لا أليف يعرف لا باقي يعرف أما بارتكازه يعرف من كانوا يردون يقعدون أنا 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 لاحقت علي ولكن سامع مكرر أنا أكيد سامع من كانوا يردون يقعدون نفرين كان إذا فدوا واحد وزن 80 كيلو واحد وزن 60 كيلو ما يقعدهم واحد ثقيل واحد خفيف ما يقعد واحد الصوب واحد الصوب يقعد هذا يوقع ويذب ذا كم علي إذا يخلون المتوازنين في الوزن القريبين في الوزن إذا اضطروا فدوا واحد وزن 100 كيلو فدوا واحد 60 كيلو يخلوهم هذا الصوب اللي 60 كيلو وزن ينزل بنسبة اللي هذا الثقل 60 كيلو بمقدار 40 كيلو هم ينزل حتى يعاد المت كيلو ما ذا ويخلي فدعود جواه حتى التوازن يحفظ بعدين من يردون ينزلون لازم هو يجي يوقف حتى يلزم هذا الصوب وما لهالطرف ذا من نزل هذا لا يطيح لأن ثقل هنا يصير زايد هذا التوازن العمارات ذات الطوابق بالعشرات اللي يسووا بالتوازن هذه العمارات تبقى سالمة أدنى خلل في التوازن العمارة تخرى نفسه بدن الإنسان نفس الشيء أحياناً فد إنسان كامل ملايين الأجزاء والخلايا الحية الموجودة فيه كلها تتلف نتيجة إنعدام توازن بمقدار ربع سنتمتر مربع أو أقل من ذلك في مخ في قلب في كبد في كذا كله يخرب يروح هذا البدن اللي خلق للتلف خلق للفناء عود النفس اللي خلقت للبقاء النفس اللي كل الكمالات إله أكيد أدق أكيد أدق الإنسان إذا شرب دواء لعلاج هذا الدواء يضر من جانب آخر الأطباء عادة في نفس الوقت ينطون العلاج المضاد لذلك للمقدار المضر أما اليوم ينطو هذه حقنة الأبر بعد أسبوع ينطو المضاد هذا بعد أسبوع رايح تحت التراب خلاص نفس الوقت لازم توازن يحفظ ما يفيد هذا أبو 100 كيلو أو 60 كيلو بعد لحظة واحدة إذا يتأخر هذا يقعد هنا هذا يقعد هنا بعد لحظة بعد ثانية يريد يحفظ التوازن رايحين هذا واقع ذا كان واقع فوق ولذا الإمام صلى الله وسلم عليه ما أبعاد ما يدركه الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام ويطلب تلك الأبعاد من الله سبحانه وتعالى أنا وأمثالي خلص من أدرك تلك الأبعاد اللي الإنسان أنا وأمثالي أدرك من هذه التعبيرات أن الإمام يقول يسأل الله سبحانه وتعالى إلهي درجة واحدة صعدت درجة واحدة نزلني في نفسي خططني في نفسي حدث لعز ظاهر بقدرها أحدث للباق مو مجرد بلاغة وإن كانت البلاغة أساس في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى في التكلم مع الله سبحانه وتعالى يعني الجمال إن الله جميل يحب الجمال الجمال في كل شيء مطلوب المحظورات المحرمات مو جمال بلحاظ التعارض اللي عندها لا كل شيء الجمال فيه مطلوب ومنها البلاغ جمال الكلام أما شوفوا الإمام يقول هنا درجة وهناك يقول مثلها وهنا درجة ما جايب يقول العز ظاهر وهناك يقول بقدرها كأنه هذا درجة درجة وذاك فد امتداد أكو مسألة العز لسه أنا فهمي دون هذا المطلوب في مقام الإثبات في مقام الثبوت ووضح كل واحد يستطيع يتصور هذا في مقام الإثبات دون أنه مسألة شنو فرق رفعة وشنو فرق العزة شنو فرق الحطة في النفس وشنو فرق الذلة في النفس هناك الأمام هالشكل يعبر هنا هالشكل بالنتيجة كلها من الله سبحانه وتعالى بس يريد شغلها من الإنسان لأن الله حكيم خلق الإنسان وأودع فيه الطاقات وأراد منها أن يشغل طاقاته إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بس واحد يقعد في بيته يقول إلهي أنت الرزاق أنت انطين رزق لا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق بلا شك ولكن لا جزء من الإنسان يعمل في سبيل تحصيل الرزق وما بكم من نعمة فمن الله هم الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أصلا الاختبار خلق الدنيا لهذا الآمر حتى أنا وجنابك وغيرنا كل واحد أي مقدار الله سبحانه وتعالى منحنا من الطاقات وأي مقدار استفدنا من هذه الطاقات والاستفادة في أي مجال كان الدنيا تتلخص في هذا غير هذا هم كل شيء ما يكون بقية الأمور هم مقدمات لحصول هذا الأمر ليحصل هذا الأمر عند الإنسان ولكن المهم أنه إشلون الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة بأي سبب يخليني أنا نفسي تحط تنزل مفتاح مفتاح هذا الأمر بيدي أيضا ومفتاح هذا الأمر بيدكم أيضا الذلة الباطنة إشلون الله يحدث ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة الباطنة كلاهما من الله والإحداث من الله الإيجاد من الله إيجاد العز إيجاد الذل ذل إيجاد العز في الظاهر من الله إيجاد الذلة في الباطن أيضا من الله أنا الذي أعز نفسي عند الناس وأنا الذي أذل نفسي في داخلي ولكن الله لازم يعين من الله لازم يكون البدء والمفتاح بيد الإنسان هناك حديث عن منسوب لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم وعليها مضمون الحديث هكذا ولعله نص الحديث أهوه بل أن التوفيق مضمون الحديث التوفيق من الله ولكن ما الذي يجلب توفيق الله إلى الإنسان يجلبه أن يرفع إلى الله من الإنسان الإخلاص العمل الذي يرتفع مني إلى الله بنسبة الإخلاص في هذا العمل بنسبة ما تحت قدرتي وبيدي وبإختيار من الإخلاص للعمل بنفس النسبة لحكمة الله سبحانه وتعالى ينزل التوفيق عليه من الله ولكن بيد الإنسان نفتحه بيد الإنسان بسعي الإنسان قد هذا السعي شلون يصير شلون يحصل فتحجي كان أنا شفته في أيام عزة شفته توفي رحمة الله عليه ودعيته أنا للصلاة على جنازته وصلاة على جناسته رجال شايب كان كاسب كان كاسب ولكن كان محترم اللي أنا شاهدت خلال سنوات كان محترما عند الجميع من رئيس الحكومة إلى أكبر العلماء إلى التجار إلى الشباب إلى مختلف الطبقات كانوا يحترمون نقل لهذا الشيء والرجل أنا شفته عايشته سنوات رجل مؤدب خلوق متدين مو من العلماء من الكسب هو ولكن أنا النظير إلى قليل الشايف كاسب ومحترم عند الجميع في مختلف المستويات رجل متدين خلوق ملتزم كان بصلاة الجماعة ملتزم بالفضائل طبعا بنسبة الفضائل ما نقول مو كل الفضائل بالنسبة مناسبة هذا النقل الذي رأوا هذا الشيء من قالوا هذا في شباب كان حمال يشتغل حمال شوي شوي صعد صعد أخلاق عنده ذكاء عنده صارت عنده فلوس وصارت عنده تجارة وصارت عنده نعمة أخلاق عنده يمارس يزاول المعاملة مع كل الطبقات لما توفي أخذ لفاتحة أنا حضرت أيضا فاتحة طبعا لحضرت رحت إلى فاتحة في نفس الوقت شفت مختلف طبقات الناس موجودين في فاتحة علماء موظفون تجار كسب شباب شياب ونقل أنه رئيس الحكومة الأعلى أيضا كان مشترك في فاتحة بالرغم من أنه كان يعتبر من العباد أيضا في نفس الوقت من المتدينين من المقدسين كان يعتبر بنسبة هذا النقل لي أنا كنت أحب أشوف هذا الشي ورحت إلى بيته بس استحيت أسئلة هذا الشي بس من رآ نقل لي قال هذا لا يزال لعله سنق بالوفاة أو أقل أكثر نقل لي هذا الشي قالوا لا يزال في بيته يحتفظ بالوسيلة التي في أيام كان حمال فالشي كان يخلي على ظهره ويشي حمل عليه يحتفظ إلى الآن بهذه الوسيلة في حجرة خاصة في بيته وكانوا يقولون يومية يروح هناك في هذه الحجرة يباوعها الآلة الحمالية مالتا ويخاطب نفسه يقول ترى أنت هذا لا تنسي ويطلع يروح بره هذا هواية شغلة يريد الإنسان لينسي نفسه القرآن الكريم يدخل في الأعماء حقيقة أبلغ من القرآن حقيقة لا أبلغ من القرآن هذا حقيقة الإنسان من حتى لو لا يعتقد بالآخرة حتى لا يعرف الله القرآن وسيلة علم وسيلة واقع واقع الإنسان ألم يكن نطفة من مني يومنا حقيقة أشلون بلاغ هذا إلمان للمليك والوزير ومرجع التقليد والأستاذ والمليونير والشاب القوي واللي في كل في كل مجال له صولات وجولات هو هو هذا أنا أنا مع احترامي لكم أنتم أنتم نطفة من مني يمنى من هو يمنى شنو هذا التأكيد شنو هذا التركيز هذا يخلي الإنسان يعني الإنسان إذا التفت إلى واقعه مسكين ابن آدم كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه تقتله الشرق إلى الآن في العربية الدارجة يعبرون هذه الكلمة شرق يعني الإنسان أحيانا قطرة قطرة من الشرب تقتله تقتله الشرق هذا الإنسان الذي هلقد ضعيف سابقه شنو سابقه هذا هسه عنده فلوس هسه عنده علم هسه عنده شخصية هسه عنده منصب إذن كلها خلال لحظة واحدة تذوب كلمة تذوب هم كلمة جميلة لا أكثر من تذوب الإمام الهودي قرأ للمتوكل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم بعدين قالوا وستنزلوا جروهم مونزل هو نزلوهم وستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا هذا مو فقط للمتوكل للمتوكل من أشد أنواع عبد الملك ابن مروان في أيام طغيانه ورياسته حكم فد شخص حكم عليه بالقتل أهدر دمه قال أي واحد يشوفه وين ما يشوفه خليه قتله وأهدر الدم من يؤويه هذا وين إلى مكان بعد مو في دنيا اليوم وحكومات في هاي الحكومة مو مرغوبة يروح ففررت منكم لما خفتكم يروح إلى دولة أخرى وتخلص وين يفر من عبد الملك ابن مروان نصف الكرة الأرضية تحت حكومته من إيران يروح إلى العراق يروح إلى سوريا يروح إلى حجاز يروح إلى لبنان يروح وين ما يروح حكومة عبد الملك ابن مروان أهل أقرباء أصدقاء كلهم طردوا يبتون ويعتذرون منا يقولون من يقدر شيء نسوي روح عنا روح هذا طلع هو هم يخاف على نفسه ذولا هم يخافون على أنفسه مثل ما هو جاي يضم نفسه بفد بيت يخاف على نفسه أهل البيت هم يخافون وأهدر دم من يؤويه شوف الطغيان وين هس عبد الملك وين راح يصار طلع من بلده راح إلى البلاد اللي لا يعرفوه القرية القرية أحيانا كان الناس يسئلون عنه أو هو يستأمن شخص يشوفه أمين يذكر لقصته يقول لي أطلع 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 عنه يطي فلوس يطي زاد يقول بس أطلع عنه وأهدر دم من يؤويه هذا ظل بالصحارا منا منا بالصحاري يروح منا إلى هنا يعيش بالكهوف بالجبال يقول ذات مرة رأيت في الصحراء شيخ رجل كبير السن شايف بدي يصلي أنا هم أجيت وقفت من سيماء شفتها لدي يصلي وقفت وراء وصليت بس جماعة يوم جماعة ما أدري يقول من خلص الصلاة باوعني قال منع انت منه شفت شيخ شايف وبالصحراء تظلمت وقلت قصتي هشك الكيت وكيت هاي بعد سنوات بعد فترة طويلة أنا هاي قصتي عبد الملك أهدر دمي وأهدر دم من يؤويني وأنا هايم على وجهي في الصحراء ما أدري سباعة أكلني ما أدري أتمر ما أدري أموت شي صير بيا ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري يقول علمني دعاء وجعلي يكرره علي حتى حفظت الدعاء كاللي يقرأ هذا الدعاء تنجو يقول أنا كررت الدعاء أول شي حصل عندي الخوف من نفسي راح صرت كأنه ما كهذا الحكم علي صرت نفسي نفسي مرتاح أنا مهدور الدم ومن يؤويني مهدور الدم من قبل من من قبل من بيده كل القوات المسلحة كل الأموال كل الموظفين بيده يقول صرت ما أخف أصلا ما أشعر بخوف خلص خلص نهائيا فكرت في نفسي خل أروح لابن الملك ابن مروان أروح له إلا فهلا يفكر ما يفعل يدور عليه بالسماوات يلقى بالأرض عنده قلت خل أروح له يور حتله رحت له وبالباب عند البواب قلت أنا أريد على حد تعبيره أزور أمير المؤمنين قال لي منو أنت قلت عن فلان راح قال خليجي خليجي هذا الملك يدوره هذا مو هو يدوره الشرطة مالت يدوره الحرس مالت يدوره موظفين مالت في أسقاع الأرض وأكناف البلاد يدوره يقول دخلت عليها بس دخلت عليها وهم ما أخاف ما أحس بخوف شي طبيعي يقول دخل أنا أروح عندها شير شير مني الدعاء سوى هذا العمل يقول دخلت عليها بس دخلت عليها قال لي هل تعلمت السحر هاي أول كلمة لعبد الملك قلت لا قال بس شم سوي يقول قصصت عليها قصتي قلت هالمدة أنت أهدرت دمي ودوما يؤويني ما حد يؤويني عشيرتي أقربائي أصدقائي كلهم طردوني أنا هم من البلاد رحت إلى صحاري وبالصحاري كنت أعيش وشفت فتشيخ يصلي صليت وياه قلت لقصتي وقال لي اقرأ هذا الدعاء دعاء علمني وكرر علي حتى حفظه وقمت أقرأ زال عن الخوف فكرت أجيك أشوف شتري يقول عبد الملك عفا عن وأكرمه واحترمه وانطاف لوس قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم الدعاء هو يشغل يسوي بس عقبي يريد سعي من الإنسان المرحمة السيد البروجردي رحمة الله عليه أنا مكرر هذا سامع في قوم ولعل ناقل أيضا وقصة عجيبة يقولون أنه في أيام شباب صارت قصة عند السيد البروجردي رحمه الله فنذر نذر على أنه إن أهان أحدا نذر شرعي يصوم سنة كاملة هذا شلون نذر يصوم سنة كاملة الآن شاك مكرر هم سامع أنه يقولون مرتي أو مرة واحدة في كل حياته صادفة أنه فتش بدرة منه في حالة غضب في حالة كذا صام سنة كاملة بس يسوه يسوه الإنسان يصير هالشكل في كل حياته بس مرتين تصدر منه أهانة إلى مؤمن أو بس مرة واحدة سيد البروجردي توفي راح أما أكيد هذه القصة أنا ما شايف السيد البروجردي رضان الله عليه بالسامع مكرر عنه أكيد فرحان بهذا النذر ولكن في وقته صعب لأن السيد البروجردي مو واحد بطال ما لشغل عنده دريس عنده تدريس عنده مطالعه عنده كتابه مستفيد من ذرات وقته موفد واحد عابد شغله صومه سهر بالليل بالعبادة لا هسه مو لازم أنا وأنت هالشكل نسوي ربما من يقدر مو فقط مو لازم أما الإنسان يبتدأ هو لازم يسعى هو لازم يربي نفسه يزكي نفسه ونحن على أعتاب شهر رجب وبعده شهر شعبان وبعده شهر رمضان المبارك والمباركة هذه الأشهر الثلاثة بالعشرات أتصور حسب تصوري أنا مار علي إما نفس الكتب شايف قسم منها مطبوعة العلماء الماضون رضوان الله عليهم كتبوا كتب خاصة بهذه الأشهر إما واحدا واحدا أو بثلاثتها أعمال هذه فضائل وأنتم بحمد الله أهل العلم أهل الفاضل أهل الواعظ أهل الهد إرشاد لعل بعضكم تعرفون أكثر مني هذه الأمور الإنسان يستغل هذا الشهر واللي يبدو لي أنه في هذا المجال يستغل هذا الشهر في أمرين يعني يتلخص في أمرين أنا مبالي مار علي شايف بالكتب في الروايات أو سامع من الوعاب من العلماء من الخطباء أين الرمضانيون أين الشعبانيون هذا التعبير هذه الكلمة مبالي بس أين الرجبيون مكرر شايف في الكتب المتعددة ولعله في الوسائل أيضا موجود هذه الرواية في البحار هو قطعا موجودة هذه الرواية أين الرجبيون يوم القيامة الرجبيون يشار إليهم بالبناء الرجبيون يكون لهم ميزة خاصة الرجبيون يعني منهم الذين في شهر رجب يدركون شهر رجب كل البحار شهر رجب اللي يجي الذين يبقون أحياء يدركون كلهم شهر رجب سنوات الماضية الكل أدركوا شهر رجب في السن الماضي اللي قبل ها قبلها الرجبيون منهم الذين يستفيدون من شهر رجب الاستفادة من شهر رجب استفادة واسعة وكثيرة صوم صلاة عبادة دعاء زيارة خمس مناسبات أفراح أكو في شهر رجب أول رجب المعروف ولادة الإمام الباقر ثاني رجب ولادة الإمام الهادي عليه السلام عشر رجب ولادة الامام الجواد عليه السلام الثالث عشر من شهر رجب ولادة الإمام أمير المؤمنين الصلاة الله السابع والعشر من شهر رجب مبعث النبوي صلى الله عنczyć ومناسبتين لأحزان أهل البيت فالث ثالث من رجب وفاة صلى الله عليه وسلم أنا ما أدري في شهر آخر أكو خمسة أفراح نعم في شهر شعبان أكو يقولي وولادة علينا الأكبر عليه السلام والإمام السجاد وأب الفضل عباس عليه السلام أذيش هم يصير خمسة مع ولادة الإمام الحسين عليه السلام وصاحب الأمن صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعي على كل الشهر رجب من نواحي عديدة مفضلة وأعمال كثيرة وأنتم بحمد الله أهل التوفيق أهل الفضل أهل الهداية أهل الإرشاد اللي يبدو لي شيئان في الطليعة من الروايات تستفد وينفع في مجالنا هذا في مجال هاتين الفقرتين من دعاء الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم أحد المجالين وهو ثانيهما مؤولهما تزكية النفس بدون تزكية النفس ما يصير حططتني أرضية لائقة تريد حططتني عند نفسي أرضية لائقة تريد أحدثت لي ذلة باطنة أرضية نفسية تريد أنا لازم أهيئ الأرضية والله يعين والله يوفق ووعد الله سبحانه وتعالى بأن يعين ووعد بأن يوفق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا من أهم نصر الله من أعظم نصر الله للإنسان أن ينصره في تهذيب نفسه في تزكية نفسه في الجهاد الأكبر هذا بيد الإنسان بالتأمل بقراءة القرآن قراءة الأدعية بأمثال ذلك الأشياء التي مقدمت وجزة هذه الأمور أما الأمر الثاني وهو أولهما مسألة الواجبات والمحرمات أورع الناس من اجتبن أبا المحرمات كل واجب تركه حرام وكل حرام فعله وكل حرام تركه واجب كل واجب تركه حرام وكل حرام تركه واجب الإنسان لا ينشأ لا يشغله ما ليس بواجب ولا حرام عن ما هو واجب وحرام عن علم ما هو واجب وحرام وعن العمل بما هو واجب وحرام وأنا أذكر حسا ولو شوية طال الأمر عليكم أذكر هذا النموذج الواحد حتى تنفتح علينا أبواب من أنه أك هناك واجبات ومحرمات ربما كثير من الناس ممل تفتين إليها الإنسان لازم يدورها يعرف شنو واجبات وشنو محرمات رواية معتبرة السند الفقهاء يستدلون بها في الفقه في كتاب الحدود والتعزيرات يذكرون يذكروها الرواية إسحاق ابن عمار واحد من الموثقين من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فدي يوم رح أن أنقل القصة واتوا تعرفون مقصودي من القصة بعد ما أعلق عليها رواية معتبرة يقول رح أن عند الإمام الصادق عليه السلام قلت يا ابن رسول الله عندي فدئبين على صلاحنا فدئبين موذي هو أي أذي أن يحق لي أن أضربه أب أقوى ولي للولد طبعا الجدهم أب بهالاعتبار ولاية أقوى من الجد لا أعتبر أن الجد هو أب الأب قال يا ابن رسول الله يجوز لي أضربه يأذي فدئبين عندي أذي الإمام قال له وكم تضربه قال مئة الإمام قال له لا قال له عدش قال الإمام قال له مرة واحدة قال يا ابن رسول الله والله لو علم أنه أنا أكثر من مرة ما أضربه يعني ضربه واحدة ما أضربه لأفسد علي عيشتي بعض الجهال أكو يهذون ما يفيد مرة هو يشلغه الإمام قال له ما يخالف مرتين قال يا ابن رسول الله هم ما يفيد الإمام قال له ثلاث سانة منذ مدة شايف الحديث ما أدري الإمام وقف عنده ثلاث أو أربع قال أو خمس لأن عدة روايات أكو في هالمجال وفد بحث فقهي شائك جنابك إذا مجتهد هذا البحث ما أصور خلال ساعة أو ساعتين تقدر تتخلص منه تقدر تنطفت وبيه والفقهاء مختلفين في المسألة باعتبار روايات مختلفة أكو المسألة الموجودة باعتبار أن فيها روايات هاي وحدة من هاي الروايات الإمام وقف على الثلاث أو أربع أو خمس مو أكثر قال يا ابن رسول الله هذا ما يفيد وياها الأشياء أضرب لما يتأدب يفيد ما يفيد إسحاق ابن عمار هو يقول والرواية معتبرة السند يقول فغضب أبو عبدالله رضب عليه قال إنت تعرف حكم الله امشي عليكم بسك يعني حكم الله هذا اللي أنا دعا أقول لك إذا أنت تعرف حكم الله اللي يشت تسألني هو صديق الإمام عليه السلام ومن الموثقين كثير من الناس يتصور ابنه بنته أخول أصغر منه أخت أصغر منه هذا بعد يملك كل شيء شيء يجب نظره هو هذا يصلي في رجب مستحبات وليلة الرغائب ومنتصف رجب زيان زيان ليلة الرغائب والمستحبات والصلوات والأدعية والزيارات أما لا هذا كلامه أمير المؤمنين صلى الله عليه كلمات أهل البيت كلمات أهل البيت متعددة هذا واحد منها لا قرب بالنوافل إذا أضرت بالفرائض فرائض نشنوه واجبات نشنوه شنو حدود الواجب شنو حدود الحرام شنو الواجبات شنو المحرمات هل لا تعلمت المستحب إذا الإنسان ما يجاب ما يقول له هل لا سويت هذا المستحب مستحب زيان هو يندم ليش ما يجاب عقاب ماكو عليا استحقاق عقاب ماكو عليا أما يقول له هل لا تعلمت ليش ما تعلمت ليش ما سألت ومو واحد واثنين ومجتمعنا مليء بالموضوعات اللي لها أحكام إلزامية واجبات محرمات فهذا شهر رجب واحد يستغلها فيما يعمل من الفضائل من صيام من صلات من زيارة من دعاء من صدقة من خيرات من أم أما في الطليع يجعل الواجبات يجعل الفرائض شنو الواجبات وشنو المحرمات هذا أساس تزكية النفس ثم ترويض النفس وتزكيتها هذا يخلي الإنسان في الرجبيين في الطليع من الرجبيين أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل أن يوفقنا للاستفادة أكثر من هذه الأشهر الثلاثة أسأل الله محمد المعاليه الطاهرين كسى الخلق نفسا جلال اليقين أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى الزاهدين علي الإمام الورى سيدين لي عرف الزهد في الزاهدين فألبس وجه الصلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين فسل الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعرفين